حرام وقلتلك ما يهمنيش ما يهمنيش من ياخد الدوري السنة دي هزعل طبعا لو الاهل ما خدوش هفرح لو الاهل خدوه لكن في النهاية اهي بطولة من ضمن البطولات يعني قلتلك المقاولين ياخد الدوري الاسماعيل ياخد الدوري الاتحاد ياخد الدوري البرامدس ياخد الدوري سموحة ياخد الدوري الزمالك ياخد الدوري رغم ان ما عداش سبع سنين على اه احتفاظ الاهل باللقب تلات سنين بس عدوا لكن ممكن ممكن مش قانون القسطورة بتقول ممكن يحصل حاجات زي كده عشان كده بقول دايما دايما ما تقولش حاجة وترجع تقاني تقول عكسها ولما نقول احنا اللي انت بتقوله تزعل وتتدايق احنا على الساحة ده احنا عندنا القناة نادي يا راجل يا راجل ده انا بقلي من 31 سبعة هنا في قناة الاهلي ما قلتش خبر والله ما قلت خبر عن الزمالك لو قلت حمد النجاز ده مزعلان مش عايز ينزل للملعب ولا قلت فرجان الساسي كان من غطبان ومش عايز يرجع ولا قلت طرق حمد كان قميت حياته يروح بيراميدس ولا قلت حازم امام ما معرفش ايه ولا قلت مصطفى فتحي يعني غطبان ان هو رجع من اساسي ولا قلت يعني القهرباء بيتخانق مع عزيزه ولا قلت اي حاجة خالص ولا قلت اي شيء خالص خاص بالزمالك لا من قريب ولا من بعيد ما بقولش خالص اي خبر في قناة النادي هنا عن الزمالك لا بقول فيه مشاكل مادية ولا بقول فيه مشاكل لقدر الله في المحاكم ما بقولش خالص مش بتاعتي يعني مش اقولها بس انا برجوك ان انا بحافظ عنا تراصي على قديمي يا اخي مش اقولك اللي عايشين انا بقولك الناس اللي ماتت هقولهم ايه هقولهم ايه يعني هقابلهم بانهي وش امانة شفناها من المواقف ومن الكلمات ومن اساطير ومن رموزنا هنقولهم ايه هنقولهم ايه هنقولهم انتو بتربطونا على حاجة ما حفظناش عليها هنقولهم لأ انتو كنتوا اجدع مننا وارجل مننا واحسن مننا هنقولهم ايه هي مش خناءة زي ما انتو وصفتو هي مش خناءة هو تاريخ هو تاريخ مش خناءة ابدا لا هي خناءة ولا حاجة ابدا هو تاريخ زي ما احنا بنتكلم وبنوصف وبقولك المستقبل المستقبل ده بتاع ربنا اللي قادر يحمل حاجة يعملها واللي قادر ياخد بطولة ياخدها ما عندناش غضادة في ده هنشتغل على اللي بعده قعدنا سنين مثلا سنتين من 2000 ل2004 ما خدناش دوري من 2000 ل2004 ما خدناش دوري واشتغلنا على نفسينا وبعد كده ربنا كرامنا بعشر سنين متتالية دوري هي دي كورة ما زعلناش وما تضايقناش وما غضبناش وما تكلمناش وقلنا اللوب الإعلامي والأهرام والدولة وأي حاجة في أي حاجة أي كلام أي كلام أي حاجة تعطي تاقط يعني تغبط 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 يعني ما اجي اقول لك انت عندك سبع فددين دي محصلتك مثلا تزعل وتتعمص ولما تيجي تقول لي مثلا ايه دا انت كل أرضك يا راجل مش مش شرعية المفروض ان انا اسكت وقول لك ايه ما فيش مش كيء صح انت عندك حق هاي ربنا يكرمك يعني كويس ان انت لفت انتباه يعني حكم المنطق حكم العقل إحنا اللي يعني هات واحد يا راجل هات واحد من عندنا وحيات ولادكو وحيات ولادكو هات أي حد مسؤول عندنا أي حد موجود أو مش موجود طلع هان لعيب بس في نادي الزمالك أو في نادي الإسماعيل أو في نادي أي نادي المصري للاتحاد أي نادي أي نادي يطلع يهين ويطلع يتكلم عن أسرته وأخلاقه وصفاته واحد بس واحد ما فيش وما بقولش أن ده معايرة لسامح الله زي ما أنتو بتاخدوها أنا بقول لك أرقام أرقام لو أنت صعبان عليك أن أنا أشرح تاريخي أو أسترسل في تاريخي لولاد يا سيدي لولاد يا سيدي أقول لهم سنكزة حصل كذا وسنكزة حصل كذا وسنكزة حصل كذا هو أنا بقول معلومة غلط يعني أنا بقول خبر غلط متفابرك ما بقولش متفابرك بقول أرقام الأهلي حصل على كذا الترسانة حصل على كذا الاهلي في اخرى 14 سنة خد 34 بطول حرس الحدود خد بطولتين ام بي خد بطولتين زمالك خد تمانية ايه اللي يزعل في ده زي ما قلت لك الاسماعيلي اول فرقة عربية او اول اسف فرقة مصرية خدت بطولة افريق المقاولين خدت بطولة افريقيا قبل الزمالك ايه المشكلة يعني ايه القضيف ده عشان كده بقول لكم كان مهم ان احنا نتكلم في الموضوع ده لحم الحمة ولا تعصب اعمى ولا جمهور بيرجع ولا جمهور بيروح ولا بنعمل تقارير من فرقة ولا بنقول معرفش مين الاهل ايه ولا بنحرق اعلام ولا بنجيب تقارير عادي جدا وبناخدها عادي جدا بصدر الرحب وبتقول له يعني انتم مش مسدقين بعد اللوب اللي حصل الاعلام والاهرام ومش عارف ايه زي ما حكت لكم وقلت من شوية لما حد يقول كلمتين تلاتة بس تزعله وتطئمسه ليه كده تعالي لي بقى كده قرب لي بالكاميرا كده يا سامير بقى عشان فيه اتنين كده عايز اتكلمهم كلمتين في ودنهم صورين كده على الاخر يعني بص يا رئيس بص يا زميل يا فاضل بص يا استاذ لما اطلبني لما اطلبني ان انا ما اجيبش سيرة النادي بتاعك لما اطلبني انا ان انا ما اجيبش سيرة النادي بتاعك وانا قلتلك على خمستاشر يوم فاتوا هات خبر انا قلته في نفس الجملة مش الخبر اللي بعده اللي انت بتطلبني ان انا ما اجيبش سيرة النادي بتاعك الخبر اللي بعده بتقول محمد يوسف الكل في الكل في الجهاز هو انت ودانك مش بتسمع اللي بيقوله بقك او اللي بيقوله لسانك ودانك ما بتسمعش اللي بيقوله لسانك ولا حد تاني هو اللي بيقول ما هو مش ممكن يكون منك اتنين انت وان بيس بس البشرية ما تشيلش اتنين أبدا أبدا البشرية لا يمكن تشيل اتنين بدا أبدا الحاجة الأخيرة أنا كل ما يحد يبعث لي حاجة ليك والله العظيم تلاتة بيجي لأمل كبير جدا إن كل حاجة رغم ضعف الإمكانيات والقدرات ممكن تطلع على الإعلام وتكلم الناس ثانيا إيه موضوع الأخوانة اللي انتوا داخلين فيها انت عارف إخواني يعني بيكره الشعب المصري مثلا أو بيكره الجيش المصري انت عارف الجيش المصري يعني إيه عارف أي عربي مش مصري عربي بالنسبة له الجيش المصري إيه أي واحد عربي مش مصري الأصل عربي بالنسبة له الجيش المصري قد إيه أو يمثله إيه الجيش المصري انت درسه أساسا يعني بتقرأ تاريخ ليه يعني تسمع حنحد اسمه تحط نسل ثالث ورمسيس الثاني وتسمع عن قطس والجيش المصري وتسمع العين جلود وحطين تعرف تواريخهم تعرف الجيش المصري عمل إيه ساعتها تعرف حطين سنة كام أساساً لو بتقرأ لو كنت بتقرأ غير المواقع الرياضية لو بتقرأ حاجة غير المواقع الرياضية تعرف معركة حطين دي 1183 كانت بين ومين أساساً والعين جلود 1260 كانت بين ومين ومين 583 هجرية و558 هجرية المعركة تعرف محمد علي مسك مصر إمتى ومين اللي بعده تعرف إبراهيم باشا قبل إسماعيل باشا أو الخدوي إسماعيل أو عباس الخدوي عباس ولا الخدوي يعني سعيد تعرف مين ترتيبهم أساساً تعرف مين الرموز في القيادة المصرية العسكرية تعرف مين بتتكلم يعني أنت عايز تقول إيه عايز تقول إن أنا ضد الجيش المصري مثلاً عايز تأخون الدنيا كده عايز تقول إن أنا إخواني بالشكل اللي أنت يعني عشان تبعدني عن طريق مثلاً وتفاهم نفسك وتفاهم الناس إن أنا ضد جيشي بلدي يا شديد أنا بقولكش كمصري أنا بقولك كعربي الجيش المصري هي البوابة الكبيرة لكل العرب مش لمصر بس مش لمصر بس أتى حداك لو قلتلي ورتبتلي محمد علي لحد دلوقتي حكام مصر أو أتى حداك لو قلتلي ورتبتلي من 1900 لحد دلوقتي حكام مصر أو أتى حداك لو قلتلي آخر 7-8 حروب للجيش المصري مثلاً أو أتى حداك لو قلتلي الجيش المصري عمل إيه إنت عايز تغرب مهو الضعيف دايماً كده لما تيجي تواجه في ملعب ياخدك في حتة تانية خالص أه حرامي مرتاشي نصاب أه مش عارف إيه إخواني أي حتة أنا موافق على الطريقة اللي ألعبك بيها موافق بس خليها رياضية خليها تنافسية خليها كورة كلمني كورة اتكلم معايا كورة ما تتكلمش معايا حاجة تانية خالص فخلينا كورة وإنت عارف كتير قوي إن الكورة صعبة عليك فما تاخدش في حتة تانية وأنا أديتك شوية أمثلة جاوبها تعالي الكابتن التاني بقى ده الكابتن التاني تعالي بس سامير كتن تعالي اشتركوا في القناة